شركات كثيرة بالرغم من نجاحات بداياتها إلا أنها ما بيكونش عندها القدرة أنها تحقق طموحاتها في النمو فبيبدأ المؤسسين رحلة أنهم يدوروا على مستثمر يدخل شريك معهم يكبر لهم رأس المال وبييجي السؤال المهم المستثمر ده هيدفع مبلغ قد إيه علشان ياخد حصة هي كم من الشركة تقييم الشركات مهم جدا أثناء تداول الحصص وفي نفس الوقت هو مهم جدا لتقييم استراتيجية الإدارة فيها هي إيه العلاقها ما بين التقييم واستراتيجية الإدارة في الشركة طبعاً هناك علاقة أي شركة بتهدف لنمو المبيعات لازم لما نيجي نقيمها نعتمد على معدل المبيعات أو لو هي بتحاول تعظم الربحية هنعتمد ونربط التقييم بمعدل الربحية أو لو كانت بتحاول أنها تزود التطفقات النقدية فهنربط التقييم بالتطفقات النقدية وكمان ممكن العكس يعني ممكن أصلاً تكون إدارة الشركة بتحاول أنها تدير الشركة بطريقة تعظم قيمتها السوقية وهي محضرة من الأول ومجهزة نفسها لأنها هتقيم الشركة دي بناء على مبيعاتها أو بناء على عدد العملة وده كتير بنشوفه في الشركات النشأة خصوصاً مثلاً شركات التكنولوجيا الأمريكية لما هتيجي ترائب أداءها هتكون الشركة بتستهلك سيولة بمعدل عالي جداً لمجرد بس أنها تستحوز على أكبر عدد من العملة في وقت قليل لما القيمة السوقية للشركة بترتفع بنقدر ندخل مستثمرين علشان يكبروا رأس المال فنعجل بالنموة أكتر فندخل في دورة جديدة ونفضل هكذا لغاية لما نوصل لمعدل التشغيل الطبيعي وتبتدي الشركة تتحول للربحية طبعاً الكلام ده فيه مخطرة كبيرة جداً لكن البزنس مش أكتر من مخطرة محسوبة نرجع تاني لموضوع التقييم نحن نقيم الشركة علشان نوصل للسعر اللي المستثمر يقبل يدفعه مقابل حصة من الشركة دي السعر عند الإنسان هو القيمة المادية اللي يقبل إنه يتخلى عنها مقصل على شيء مثلاً نرايح اشتري عربية فلو العربية دي سعرها أقل من المنفع اللي أنا شايف أن أنا هتحصل عنها من العربية أو القيمة اللي أنا مدخلة العربية هشتري على طول بدون تردد لكن لو السعر ده أنا جالي شعور إنه هو أكبر من المنفع أو القيمة اللي هتيجي من وراء العربية دي هتكون النتيجة إن أنا هتردد في الشراء وممكن مشتريش خالص يعني إحنا بنحاول نوصل بالتقييم للسعر العادل للشركة دي اللي عنده يقبل المستثمر إنه هو يشتري الحصة اللي إحنا عايزين ننديهاله فيها مقابل التمويل اللي إحنا محتاجينه علشان نكبر حجم عامل تقييم الشركات بيعتمد على حاجتين أول حاجة بيانات الشركة المالية وكمان مسيلاتها اللي موجودين في السوق مسيلاتها دول ممكن يكونوا شركات مشابهة لها من نفس الصناعة من نفس البلد من نفس الحجم من نفس الظروف التشغيلية وبنعتمد في الاتنين على البيانات التاريخية وممكن كمان نعتمد على خطط مستقبلية موجودة عند الشركة دي للتوسع مثلا أو الخطط عمل في المستقبل كمان مهم إنه إحنا نعرف إنه أحيانا بتكون الشركات مدرجة في البورصة الشركة المدرجة في البورصة بالفعل الناس حددت لها قيمة أثناء تداول الأسهم للبيع والشراع على حساسها لكن ساعات بتكون القيمة دي غير عدلة نتيجة مثلا ظروف اقتصادية أو سياسية أثرت على السعر ده زي الوضع الحالي مثلا في الكوفيد-19 لما بنعتمد على بيانات الشركة بنستخدم القوائم المالية لإنه نحن نوصل لبعض المؤشرات اللي هنبني عليها عملية التقييم معدل أرباح التشغيل، معدل التضفق النقطي، حوالي مساهمين فيها أدئي وهكذا لكن القيم اللي نحن بنوصلها دي نحن بنسميها قيم الدفترية أو القيمة المحسبية والشركات عمرها ما تقيم بده الشركات عادة بتكون قيمتها أضعاف الرقم ده بكتير فبنلجأ هنا الحاجة اسمها المضاعف المضاعف ده نحن بندور على شركة متدولة في البورصة أو اتباعة قريب من نفس الصناعة، من نفس البلد، من نفس ظروف الشركة دي ونشوف السعر اللي هي تباعت عنده كان بيساوي كام مرة معدل أرباح التشغيل مثلا هو ده المضاعف، فيه مضاعفات كتيرة، فيه مضاعف أرباح التشغيل، فيه مضاعف المبيعات فيه حاجات كتيرة جدا ممكن نلجأ لها علشان نعمل عملية التقييم وساعات المضاعف ده ما بيكونش متوفر أو الشركة الشبيهة دي ما بتكونش متوفرة فبنلجأ لقاعة بيانات موجود فيها شركات كتيرة جدا في العالم تباعت في الفترة الأخيرة وبتقسم لنا بناء على صناعة كل شركة المضاعف ده بتكون قيمته قدية اختيار المضاعف اللي هنأعتمد عليه في التقييم دايما بيكون مرتبط باهتمام المشتري بالشركة أو ممكن يكون مرتبط بإزاي الشركة دي بتدير نفسها واستراتيجية الإدارة زي ما قلنا قبل كده تعالوا ناخد مثال نقول إن عندنا شركة مبيعاتها مليون وأرباح التشغيل بتاعتها قبل الضرائب والإهلاكات وفوائد البنوك 100 ألف الشركة دي لو جينا نقيمها بمؤشرات الصناعة بتاعتها هنلاقي إن مؤشر المبيعات أو مضاعف المبيعات بيقول إن قيمتها مليون ومضاعف الأرباح التشغيل بيقول إن قيمتها 800 ألف لكن بالحسابات القيمة الدفترية بتاعت الشركة دي قالت إن قيمتها 500 ألف فهنا بقى عندنا ثلاث أرقام عندنا 500 ألف وعندنا 800 ألف وعندنا المليون المسافة ما بين 500 ألف والمليون مطروكة للتفاوض ما بين الأطراف اللي بتبيع واللي بتشتري لو الطرف اللي بيبيع عنده احتياج شديد وضعيف في التفاوض هتكون النتيجة إن هو هيقدم تنازله يبيع بسعر قليل أو لو المشتري عنده هدف مثلا من الاستحواز على الشركة دي إنه يكبر حصته في السوق أو إنه هو يوصل لجغرافيا أو لبلد ما كانش موجود فيها هيقدم قيمة أكبر علشان يحقق هدفه من وراء الاستحواز على الشركة دي لكن احنا قلنا في الأول إن الناس دي كانت عايزة تمويل أصلا علشان تتوسع في شغلها وعندها بيزنس بلان أو خطة مستقبلية محتاجة تحققها تعالوا نقول إن احنا نفس الشركة اللي هي بتحقق مبيعات مليون عندها خطة مستقبلية إنها تحقق كمان خمس سنين مبيعات عشرين مليون وهي هي الشركة اللي بتحقق ميت ألف أرباح تشغيل عندها خطة مستقبلية إنها من العشرين مليون دول تحقق تلاتة مليون أرباح تشغيل هنستخدم نفس المضاعفات واحد للمبيعات فهنقول إن قيمتها مبنية على مضاعف المبيعات عشرين مليون ونفس وتمانية لأرباح التشغيل فهنقول إن قيمتها اللي مبنية على أرباح التشغيل هتكون أربعة وعشرين مليون هنا احنا بقى عندنا رقمين عندنا عشرين مليون واربعة وعشرين مليون والاتنين هيحصلوا في المستقبل ومش متأكدين هم هيحصلوا ولا لا أو معدل المخطرة فيهم الدعي هناخد المتوسط مثلا وهنقول إن احنا قررنا إن قيمة الشركة دي بناء على المعاملين دول أو على المضاعفين دول كمان خمس سنين هتبقى تنين وعشرين مليون ودي اللي احنا بنسميها الـ Exit Value أو Eternal Value اللي عندها لو حصل التخارج هتكون دي قيمة الشركة طيب إحنا دلوقتي قولنا إن الشركة دي قيمتها تنين وعشرين مليون عايزين نعرف الـ 22 مليون كمان خمس سنين النهاردة هيبقوا كان لو حسبناها بمعدل خاص ما هنلاقي إن العشرين مليون كمان خمس سنين هيكونوا النهاردة تمانية وتمانية من عشرة مليون يعني أصبحنا دلوقتي تقييم الشركة دي بيدور حولينا الرقم ده لكن في حاجة تانية إحنا محتاجين ناخدها في اعتبارنا إيه احتمالية إن الخطة دي ما تنجحش نفترض إن الخطة نجحة بنسبة سبعين في المية فأصبحت الثمانية وتمانية من عشرة مليون دولهم عبارة عن ستة واثنين من عشرة مليون ستة واثنين من عشرة مليون عايزين نباعها ونتفاوض عليها هيحصل التفاوض هيتفقوا على رقم فهيكون المستثمر مثلا لو اتفقوا على رقم ستة مليون اللي احنا اتكلمنا عليهم لو دفع اتنين مليون هياخد خمسة عشرين في المية من الشركة ولو دفع ثلاثة مليون هياخد سبعة وثلاثين ونصف في المية من الشركة وبكده يكون جديد اتقفل خلينا فاكرين زي ما قلنا وكررنا كتير جدا إن استراتيجية إدارة الشركة هي اللي بتحدد طريقة تقييمها وإن طريقة تقييم الشركة هي اللي بتحدد قيم السوقية ليه ومهم جدا لو احنا من رواد الأعمالة والمؤسسين الشركات وعارفين إن احنا هنحتاج في فترة من فترات مشروعنا لتمويل خارجي نكون جاهزين بالموضوع ده من بدري علشان يكون موقفنا في التفاوض قوي وما نضطرش إن احنا نقدم تنازلات كتير شكرا لوقتكم نتمنى إن احنا نكون قدمنا حاجة مفيدة ويا ريت لو نسمع منكم